بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة لبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس متعلق بالفقه درسنا بإذن الله تعالى في إثراءات مهمة مراجعة لما سبق أندرستموه من الدروس المتعلقة بالفقه فكونوا معي أيها الطلاب والطالبات مع هذه الإثراءات إذن على بركة الله جل وعلا درسنا أيها الطلاب إثراءات للدروس السابقة هنا مع أول وحدة درستموها ومع هذا السؤال عرف الفقه لغة واصطلاحا تعرفون أن المراد بالفقه لغة الفهم وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية نأتي إلى سؤال آخر من خلال الدراسة للتعريف الاستلاحي للفقه وشرحه كيف يمكننا التمييز بين الفقه وغيره من العلوم الشرعية وغيرها هنا الجواب بكل سهولة يتميز الفقه عن العلوم الأخرى الشرعية بأن أدلته مأخذة من الشرع لا من العقل ومتعلق بأفعال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج وغيرها وليس له علاقة بالعقائد نأتي إلى سؤال آخر يخلق بعض الناس بين الشريعة والفقه من خلال الدراسة بين ما يأتي الفرق بين الشريعة والفقه نجد أن الفرق أن الشريعة تشمل العقائد والأحكام والأخلاق والآداب المستمدة من كتاب والسنة أما الفقه فهو في الأحكام المستفادة من اجتهاد الفقهاء في التعرف على الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية ننتقل إلى سؤال آخر يخلط بعض الناس بين الشريعة والفقه من خلال الدراسة بين ما يأتي ما يمكن أن يدخله الخطأ منهما وما لا يمكن الجواب نعم أحسنتم الذي يدخله الخطأ منهما هو الفقه وهنا نأتي إلى أيضا السبب فيما تقول في خلط بعض الناس بين الشريعة والفقه الجواب ما هو لأنه يحتاج إلى فهم وبيان الدليل من الأحكام التفصيلية ولا يستطيع فعل ذلك إلا من العلماء هنا سؤال آخر كيف تجيب عن من سألك عن مبررات نشوء المدارس الفقهية واختلافها ما السبب الجواب نعم أحسنتم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في نشر العلم وتفقيه الناس ودعوتهم وانتشروا في أنحاء الأرض يبلغون رين الله تعالى فانتشر العلم في الأمصار الإسلامية فكان للعلم حواضر كثيرة ينهن منها المتعلمون نأتي إلى سؤال آخر إذا وقعت لك مسألة لا تعرف حكمها فما تسأل ولماذا؟ الجواب بكل سهولة يجب على من ليس بعالم أن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه من أمر دينه لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ننتقل بعد هذا إلى سؤال آخر هل يتصور أيها الطلاب والطالبات وقوع الخطأ من الفقه؟ ولماذا؟ الجواب أحسنتم نعم يتصور ووقوع الخطأ من بعض العلماء يدل على أن التعظيم يكون للنصوص الشرعية لا للأشخاص فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي بعد هذا إلى سؤال آخر إذا أفتاك عالم بخلاف ما درست فكيف تعمل ولماذا؟ الجواب هنا نأتي للجواب لا يجوز لنا التعصب لعالم أو غيره أو لقول أحد من العلماء ونحن نعلم أن الحق مع العالم الآخر فالعالم الآخر الذي أخطأ معذور مأجور ولكن لا يعني ذلك أن نتبعه على خطأه أو نتعصب له ونلوي النصوص من أجل تصحيح قوله إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال نأتي إلى سؤال آخر هنا تعدلت وسائل الاتصال اليوم وتنوعت وكثر المفتون فمن الأولى بالاتباع من هؤلاء المفتين؟ ولماذا؟ الجواب أحسنتم إذا اختلف أهل العلم في مسألة معينة فعند ذلك إن استطاع أن ينظر في أدلة كل قول وكانت عنده قدرة على الترجيح بين الأقوال ليجتهد في معرفة الراجح من الأقوال أما إن لم يكن مستطيعا فيقلد من يثق بعلمه ودينه ولا يجوز أن يتبع الهواء فينتقي من الأقوال ما يوافق هواه إذن هذا جواب لهذا السؤال ننتقل أيها الطلاب إلى سؤال آخر هنا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يكثر من قول لا أدري بما توحي لك هذه العبارة نعم الجواب تعظيم الأئمة لشأن الفتوى نأتي إلى سؤال آخر إذا كان في بلدك عالم مشهور يثق الناس بعلمه وفتاويه لما عرفوا منه من قوة العلم والثبت ثم جاء بعده عالم آخر في مكانة الأول وعلمه فخالف العالم الأول في فتواه في بعض المسائل العلمية المشهورة فماذا يكون الموقف من العالم الأول والثاني؟ ما الجواب هذا السؤال؟ نعم الجواب هنا نأتي إلى الجواب اتباع الدليل مع احترام العلماء حتى ولو اختلفوا هنا أتي إلى الوحدة الثانية والأسئلة المتعلقة بها فكونوا معي نأتي إلى هذا السؤال على ضوء الدراسة لأحكام الأسرة وعقد النكاح بين ما يلي المراد بفقه الأسرة ما المراد بفقه الأسرة؟ الجواب الأحكام المتعلقة بكيفية بناء الأسرة عن طريق عقد النكاح والتعامل بين الزوجين وكيفية انتهاء هذا العقد عن طريق الطلاق أو الفسخ وما يتعلق بذلك من أحكام هذا هو المراد بفقه الأسرة ننتقل إلى هذا السؤال على ضوء الدراسة لأحكام الأسرة وعقد النكاح بين ما يلي أركان النكاح ما هي أركان النكاح أيها الطلاب والطالبات أحسنتم الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية ونأتي بعد هذا إلى الإجاب والقبول إذن هذه أركان النكاح ننتقل بعد هذا إلى سؤال آخر من خلال الدراسة للموضوع ناقش العبارات الآتية مبينا أصوبها شرعا ومعللا ومدللا لما تقول عندنا عبارات سنعرضها بإذن الله تعالى ونجيب عنها الإجابة المتعلقة بها هنا نأتي إلى العبارات ألف يجب على ولي المرأة أن يزوجها ممن ترضاه كائنا من كان با يجب على ولي المرأة أن يزوجها ممن ترضاه إذا كان كفأا لها ثلاثة يجب على ولي المرأة أن يزوجها ممن ترضاه إذا كان كفأا لها ورأى في ذلك مصلحة لها هنا نأتي إلى الجواب أيها الطلاب والطالبات لما مضى من العبارات والجواب العبارة الثالثة أصوبها شرعا فلابد من رضى المرأة ولابد أن يكون الرجل كفأا فلا يكون سفيها أو غير مناسب لها ولابد أن يكون في زواجها هذا مصلحة لها وعفة وراحة وليس شقاء ومدلة إذا هذا جواب لهذا السؤال ننتقل بعد هذا أيها الطلاب إلى سؤال آخر لخص ما يتعلق بأحكام المحرمات حرمة مؤبدة نحاول التلخيص لهذا السؤال هنا المحرمات بسبب النسب وهنا خمس أصناف وهنا والمحرمات بسبب المصاهرة وهنا على قسمين بنات الزوجة الربائب يحرمن بعد دخول الزوج بأمهن وأما القسم الآخر فيحرمن بمجرد العقد على ضوء ما ذكر الله تعالى في كتابه نأتي هنا إلى سؤال آخر أذكر الدليل على تحريم نكاح كل مما يأتي النساء المتزوجات ما الدليل من القرآن الكريم أو السنة على تحريم النساء المتزوجات قوله جل وعلا والمحصنات من النساء الجمع بين المرأة وأختها ما الدليل من كتاب أو سنة على تحريم الجمع بين المرأة وأختها هنا الدليل وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف أيضا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ما الدليل عليه الدليل هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ننتقل بعد هذا إلى سؤال آخر قارن بين شروط النكاح والشروط في النكاح ما الفرق بينهما الجواب أيها الطلاب شروط النكاح مصدرها الشريعة وأما الشروط في النكاح مصدرها الزوجان فرق بين هذا وبين هذا أيضا شروط النكاح عددها أربعة والشروط في النكاح غير محددة بل بحسب استراطي الزوجين هنا نأتي إلى أن شروط النكاح إذا اختل منها شرط بطل العقد والشروط في النكاح إذا اختل منها شرط قد يبطل العقد وقد لا يبطل فهذه فرقات بين هذا وهذا ننتقل بعد هذا إلى سؤال آخر وهو متى تجب إجابة دعوة العرص مع الاستدلال هنا الجواب لهذا السؤال إجابة الدعوة لولمة العرص واجبة إذا تم تعيين المدعو لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها هنا نأتي بعد ذلك إلى الوقوف على إثراءات متعلقة بالوحدة الثالثة نبدأ مع هذا السؤال قد يكون الطلاق مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا ميز بين الأحكام السابقة واضرب مثالا لكل حكم منها الجواب هنا نأتي إلى الأجوبة على هذا السؤال يكون الطلاق مباحا متى إذا احتاج إليه الإنسان ويكون الطلاق محرما متى إذا كان طلاقا بدعيا في الحيض أو النفاس أو في طهر جامع فيه هنا يكون الطلاق مستحبا إذا كانت المرأة محتاجة إلى الطلاق ويكون الطلاق واجبا في حال الإيلاء إذا حلف الزوج أن لا يطأ امرأته بعد هذا نأتي إلى سؤال آخر واضح سروط الطلاق السني هناك شروط معتبرة للطلاق السني نأتي على الجواب هنا أن يطلقها تطليقة واحدة أيضا أن تكون المرأة طاهرا في طهر لم يجامعها فيه وهنا أيضا أن يطلقها وهي حامل فهذه هي الأمور المتعلقة بالطلاق السني نأتي إلى سؤال آخر اذكر أنواع المطلقات والأحكام الخاصة بهن درستم هذا الموضوع الجواب هنا نأتي إلى أنواع المطلقات النوع الأول المطلقة الرجعية وهي الزوجة التي دخل بها الزوج ثم طلقها مرة أو مرتين وما زالت في عدتها حكم هذه المطلقة هنا هذه المطلقة تمكث في بيت زوجها ولا تخرج منه في العدة ولها أحكام الزوجة فله أن يخلو بها يسافر بها لها النفقة والسكنة ولها أن تتجمل له وللزوج مراجعتها ولا يسترط رضاها بذلك ولا يحتاج إلى عقد جديد لأنها لا تزال زوجة له كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا إلى آخر الآيات التي في هذه السورة هنا تحصل الرجعة بأي لفظ يدل على الرجعة وكذلك تحصل بجماعها هذا ما يتعلق بهذا الجواب هنا أنواع مطلقات الرجعية المطلقة البائن بينونة صغرى والمطلقة البائن بينونة كبرى نأتي هنا أيها الطلاب الطالبات لاستكمال الأنواع المطلقة البائن بينونة صغرى وهي الزوجة التي طلقها زوجها مرة واحدة أو مرتين وانتهت عدتها فإنها في هذه الحال تبين من زوجها ويمكن له أن يتزوجها مرة أخرى لكن هنا لا بد من عقد جديد يُشترط في إرضى المرأة وسائر شروط النكاح المعتبرة نأتي إلى النوع الثالث من المطلقات وهي المطلقة البائن بينونة كبرى هي المرأة التي طلقها زوجها ثلاثة طلقات وهذه لا يحل له إن راجعها حتى تنكح زوجا غيره والدليل على ما سبق قوله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله هذا ما يتعلق بجواب هذا السؤال نأتي إلى سؤال آخر بين الفرق بين الطلاق والخلع ما الفرق بينهما؟ نعم أحسنتم الجواب الطلاق له حد ثلاث طلقات ويكون حل العقد من قبل الزوج ويكون بلا عوض وأما الخلع فليس له حد معين ويكون حل العقد من قبل المرأة وفيه عوض تقدمه المرأة إلى زوجها نأتي هنا إلى سؤال آخر فصل القولة في أنواع المعتدات موضحا مدة العدة لكل معتدة مع الاستدلال على ذلك هنا الجواب نأتي إليه في هذا الجدول نوع المعتدة والمدة والشاهد من الآية نبدأ هنا المطلقة قبل الدخول هنا العدة ليس لها عدة والدليل قوله جل وعلا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها النوع الثاني التي فارقها حيا وهي تحيض عدتها ثلاث حيض والدليل هنا ثلاث ثقرو نأتي إلى النوع الثالث التي فارقها وهي لا تحيض فمدة عدتها ثلاثة أشهر والدليل على هذا فعدتهن ثلاثة أشهر ثم نأتي إلى نوع آخر المتوفى عنها غير الحامل ومدة العدة أربعة أشهر وعشرة والدليل قول الله جل وعلا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ثم نوع المعتدى الخامسة الحامل المطلقة والمتوفى عنها وهنا مدة العدة حتى تضع حملها والدليل وقوله أجلهن أن يضعن حملهن هذا هو التفصيل لجواب هذا السؤال نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات إلى سؤال آخر بين الحكمة من مشروعية العدة هناك حكم سامية من العدة هنا نأتي إلى التأكد من براءة الرحم المرأة أيضا هنا إعطاء مهلة لتفكير المرأة قبل أن تقدم على الزوج الجديد هنا أيضا رعاية حق الزوج السابق هذه أيضا تعظيم أمر عقد النكاح كلها حكم سامية إعطاء مهلة للزوج في النظر والتأمل والتغوي هذه كلها حكم سامية متعلقة بالعدة هنا ما المقصود بالنفقة وما حكم النفقة على كل من هنا نأتي إلى المقصود النفقة هنا توفير المطعم والمسكن والملبس ونحو ذلك مما يحتاج إليه المنفق عليه هذا ما يتعلق بالسؤال الأول أما هنا الزوجة فلاحظ معي هنا المقصود ما حكم النفقة على كل من هنا الزوجة الجواب هنا تجب لها النفقة سواء أكانت غنية أو كانت فقيرة الآباء من قبل الأبناء هنا واجب إذا كان الأب محتاجا والابن عنده قدرة على الإنفاق الأقارب واجب إذا كان المنفق من يرثه بعد موته فهذا ما يتعلق بجوابي هذا السؤال نأتي إلى سؤال آخر يترتب على تحقق شروط الرضاع حكماني أذكرهما ما هم الحكمان نعم أولا تحريم النكاح والثاني ثبوت أحكامي المحرمية إلى القريبة من الرضاع ثم بعد ذلك آتي وإياكم إلى ختام درسنا بعد أن وقفت وإياكم على إثراءات مفيدة ونافعة متعلقة بالدروه السابقة أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيبة المتابعة وحسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته